مرحبا بكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد عن الأبراج والنهاردة هنتكلم عن برج القوس الناري وهنتكلم عن أهم تبشيرات ونصايح وتحذيرات لبرج القوس لشهر فبراير 2021 هنتكلم النهاردة من 10 فبراير ل 10 مارس يعني شهر من النهاردة كالعادة فليس متنسوش تابعوني على الساشة الميديا على الانستجرام وعلى فيسبوك وكمان تشتركوا في القناة الأمورية تابعوني وتعالوا نتكلم بسرعة عن برج القوس قال حاجة يا جماعة أنا بحب برج القوس جدا وعندي سحب كتير برج القوس يعني بتأخر بس عشان زي ما قلت نسبة مشاهدة برج القوس عندي بزي الأبراج التاني فدائما بحطه في آخر الترتيب فدائما أنا برتب الأبراج على حسب الأعلى نسبة مشاهدة عندي بليس متنسوش تعملوا لايك عشان اللايك بيدعم الشانل وبيزود نسبة المشاهدة تعالوا بقى نتكلم عن برج القوس برج القوس الفضلية دي شيء فقط تغييرات أنا دايما كنت بقول إن القوس استنيدي عنده تغييرات كتيرة جدا تغييرات في حياته وتغييرات في البلانس بتاعته تغييرات في هواياته وتغييرات في اهتماماته فإنت عمل بتتغير بتتغير ببطء آه بس فيه تغييرات كتير جدا عندك يا برج القوس ناس كتير بتدخل حياتك جديدة ناس بتخرج من حياتك ناس يعني فيه سايكلين كده فيه حاجات كتيرة بتحصل وبتكتشف ناس كتير جدا في حياتك على حقيقتهم فيه ناس بتكتشف انهما كانوا بعاد عنك والناس دي بتحبك وتستاهل ان انت تتقرب منهم فدائرة صداقتك كمان هتتغير يعني ناس كانوا مش قريبين منك هتبدأوا يقربوا منك ناس ما كانوا مش قريبين منك هتبدأ تتعرف عليهم أكتر شايفاك كده زي ما تكون بتكتشف حقيقة الأشخاص وكل حاجة حواليك طيب برج القوس كمان شايفا عندكم الفترة دي فيه passion كده ان انت عندك حاجة كده كان يفسك تعملها بدأت تعملها ممكن تكون هواية ممكن تكون شغلانة جديدة ممكن تكون وظيفة جديدة ترقية جديدة فانت عندك فيه لحفة وفيه شوق كده أو تشويق لحاجة كان يفسك تعملها انت كنت بتعاني منكسل فبدأت تبقى نشيط بدأت تبقى اكتف بدأت تبقى ايه مركز وعندك تارجت معين انت حطه قدامك يا برج القوس وطموح كده وعمال عايز توصله يعني هوصله عارفيني قولنا بتاعت احمد حلمي بتاعت هوصل لك حتى لو عارف هو ده برج القوس على فكرة طيب واضح ان انت كنت موجوع بقى لك فترة يا بقى لك شهرين كان عندك واجع كان عندك حاجة مضيقات كان عندك حاجة مزعلك قولولي الكلام ده مضبوط ولا لا قولولي ايه اللي كان مزعلكو كمان بس انت بدأت تفوق من الغيبوبة كأنك كنت في مغيبوبة كأنك كنت كنت بدأت بقى اللي هو يا انا لازم اتغير انا لازم اعمل حاجات كتيرة انا لازم ابقى افضل انا لازم ابقى احسن فانت عمال بتشجع نفسك ودي حاجة حلوة لازم تستمار عليها برج القوس ان انت تتدعم نفسك وتشجع نفسك ومتخليش اي حد يمطص من طقتك اطلاقا 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 عندك كمان قدرة الفترة دي على ان انت تدي باور هتلاقيك انت عمال بتشجع صحابك عمال تديهم باور عمال بتديهم هم مبسوطين منك بتدي كده positive vibes حواليك ممكن يكون عندك ترقية ترقية يعني تغير مكانك او تترقى من مكان لمكان افضل بس التغيير هيكون افضل لمصلحتك على فكرة بالعكس انا شايف برج القوس من الابراج المحظوظة في 2021 في اي تغييراتها تحصلها تبقى تغييرات كويسة ومفضلة بس حاول تخرج من جو الخمول يعني انت فيه فترة كده جالك خمول بقيت يعني بس في حاجة كبيرة زعلتك الشهر ده او الشهر اللي فات يعني في حاجة مؤثر عليك انا شايفك قوس زعلان انا شايفك حزين على حاجة بالماضي او زعلان على شخص او ممكن تكون بعدت عن شخص فقط الشخص بس انت متأثر جدا جدا بالماضي الفترة دي ذكرياتك شغالة 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 معاك طيب برج القوس الفترة دي كمان عندك طموحات كتير عندك حاجة حلوة تحصل لك هتبقى مبسوط فيه فرحة جيالك فيه حاجة هتديك سعادة فيه حاجة هتديك كده حب للحياة اكتر وانت من الاشخاص المحبة جدا جدا للحياة قلولي القراءة دي لحد دلوقتي بتتفق معيك ولا لا صحتك كويسة برج القوس مش شايف عندك مشاكل صحية ممكن حد من الاصدقاء والقرايب يجي لوعك صحية وانت تهتم بيه بس انت صحتك انت كويس جدا مش شايف اي مشاكل بس ممكن يكون عندك ارهاق ما بتنامش كويس بتصحى بدري جدا يعني حاول ان انت تركز في نومك ممكن يكون بيجيلك صداع اشرب حاجات فراش وانا شايفك اصلا مهتم بالفتنس بتاعتك يعني القوس الفترة دي مهتم بشكل وممكن تكونوا عاملين دايت اتحدى ان اي حد القوس بتورج على الوقت مش عامل دايت كل القوس عاملين دايت الفترة دي طيب كمان يا بورج القوس شايفة عندكو انت عندكو باشن في حاجة معينة يا بورج القوس انا بشجعكو عليها انت بتفكر تعملها بس انت خايف لأ ما تخافش واعملها وانا عايزة اقولك ان انت هتنجح فيها نجاح صحيح جدا فجو اون يا بورج القوس تعالوا بقى انتكلم عن بورج القوس والحب شايفاك ندمان على شخص او في شخص خرج من حياتك او في تحدي في اصارة في علاقة كده معينة فيها تشالنج فيها واحدة بواحدة فيها انت عملت فيها كده طب شوف بقى انا هعمل فيك ايه واضح ان في حد قلمك في حد واجعك في حد تخلى عنك في وقت انت كنت محتاج له حبيبك او شخص ده اللي كنت قريب منه كنت متخيل ان هو في جنبك هيدعمك هيبقى بوشنجيو هيبقى مصدر قوة لك الا ان الشخص ده سابك في وقت انت كنت محتاج له فيه جدا سابك في وقت انت كنت شايف ان هو مصدر باور كتيرة جدا لليك فانت زعلان على نفسك علشان يعني حاسس ان هو انت اتخدعت شخص ده خدعك ضحك عليك ميش يوسابك اتخلى عنك في وقت انت كنت محتاج له جدا جدا بس شخص ده ميش يوسابك ورخ لحد تاني بس اللي هحب اقولولك ان هو هيلف يلف ويرجع لك يا برج القوس لانه مش هيلاقي حد زيك لو انت مرتبط شايفك لا بالعكس ناسو مرتبطة شايفك بتحاول تفهم شريك حياتك ممكن يحصل ups and downs بس الالاقة مش هيك ويس وانت بتحاول ان انت يعني تحتوي الشخص الاخرادة لان البارتنر بتاعك عصبي جدا وغيور جدا على فكرة فانت بتحاول تحتويه بس في ناس كتيرا مفصلت في برج القوس عن شخص كان بيستغل العلاقة دي شخص ده كان مرتبط كان عنده طرف تالت وفضل الطرف التالت عليك وميش يوسابك علشان كده الناس المنفصل عن الشخص ده هايز اقول لكم انسوه بطلوا تحبوه لشان انتو هتحبوه حد تاني وفي حد تاني هعوضك عن العلاقة دي وبقوة فبالتالي لو انت خارج من علاقة العلاقة دي كانت مؤزية عايز اقولك تمحي ذكريات الماضي تشيلها من دماغك تعملها جوي جا كده يلا بسرعة بسرعة لشان تركز جدا جدا في حياتك ان جايلك فرصة حب او جايلك شخص جديد هيعوضك وهينسيك كل الماضي فبالتالي ما تفكرش في اللي فات انا شايفك موجوع يا برج القوس شايفك بتتقلم شايفك حزين شايفك مش عارف تطلع من طقة الحزن الفترة دي لان الشخص ده واجعك قوي واضح ان انت كنت بتحبه كنت معطاق معي كنت بتديله حاجات كتيرة بس هو لا يستحق بتايتا ان انت تنزل دمعة واحدة من دموعك عليه هو شخص اناني شخص هو شاف مصلحته فين وجيلي وراها عشان كده هو سيبك لانه واضح انه مصلحته هتكون معا الطرف الاخر فبالتالي ما تشتريش حد بيعك على فكرة بعضة قولت كتير لكل الابراج مش انتو بس ما تشتريش حد بيعك ما تجريش ورا حد هو مش بيجري وراك ما تتمسكش بحد هو سيبك اصلا فخلاص لا تتجو يعني مش انت سبتيني طيب خلاص اوكي ام اوكي وانا همشي في حياتي وهكمل ومش عايز مش عايز مش عايز مش عايز افتكرك عايز انساك عايز ابعد ابعد عن العلاقة دي لاني هي علاقة السامعة وعلاقة انا مش بركحها خلاص يا برج القوس الناس المرتبطة ساري الناس السنجل زي ما قلت المنفصلين انسى الماضي فيه شخص جديد جاي لكوا يا برج القوس شخص ده من برج هوائي جوزاء ودلو جوزاء ودلو مين تاني جوزاء ودلو ميزان او شخص ناري حمل القوس زيك اسد او طرابي هيبقى برج الطور او مائي برج السرطان دي تلقابراج اللي ممكن تكون هتلتقي بيها في الحق شخص ده اتعرف عليه مع سوشال ميديا يعني الشخص ده صاحب حد من صحابك هيعرفعك عليه الصدفة هتبدأ تحس كده بانجزاب ناحيته او هو علاقة صداقة هتتحول لحب يعني شخص انت كنت بتعتبره كصديق جدا ومكريش اي مشاعر من ناحيته بس تابع تحس ان ايه ده انا بدأت اهتمي به كده ليه ايه ده هو انا بدأت احس كده ان انا بدأت اعجب به ايه ده انا حاسس بمشاعر قوية ناحيته وهكذا يعني شكرا بحبوكو جدا جدا يا برج القوس ما تفكروش في الماضي امحوا الماضي اهتموا بصحة الناس اللي بتحبوهم وانصحوهم كملوا على الديت اللي انت عاملينه ما تندمش على الشخص اللي بعد لان هو هالي هيلف يلف ويرجعلك وده تحدي مني ليكو ان اي حد سيبك هيندم عليك وهيرجعلك تاني باكي بس تجاهله يعني انت متفضلش تجري وراه متفضلش تلف حواليه متفضلش تحاول ان انت توصله خلاص هو مشي في دهية يعني مع السلامة مع السلامة ما اللي عايز يمشي بشكركم بليس تعملوا شار كتير كتير لصحابكم لبرج القوس عشان نزود نسبة مشاهد برج القوس بحبكو بحب كل حاجة في القناة لان انتو مصدر دعم وحب ليا شكرا 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 بليس تابعوني ويا جماعة احنا هنبدأ نعمل كورشز على زوم اونلاين لو اي حد انترست يبعتلي على الانستجرام هنبتدي بقانون الجذب والتخاطر هنعمل ساشن ساشن هتبقى من نص ساعة لخمسة واربعين دي اي اي ا لها في صغيرة جدا لو انت من بارا مصر تبعتولي انت تقول ان انتو من بارا مصر وتسأله على التفاصيل الكورش ده هيبقى في اخر شهر فبراير يعني تان دايز من النهار ده يعني تقريبا هيبقى حاجة حدث او ايفانت كبير جدا هبسط قوي ان انا شوفكو كلكو كلكو في الكورش ده تانكيو باي مع السلامة